موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الشرفة نتحدث في حلقة جديدة من برنامج الإمام حيا عن إمام عرف بصغر سنه وعرف أنه شباب الأئمة عمر صغير بدأت به مهمة الإمامة وانتهت به مهمة الإمامة وهو في ريعان شبابه وفي عمر الزهور كما يقال صبي يكون إماما للأمة وهو ابن سبع سنين ولد في العاشر من شهر رجب على أشهر الروايات ولم يختلف في سنة ولادته وهي سنة خمس وتسعون للهجرة هذا الصبي بعد استشهاد والده الرضا أصبح إماما للأمة يقود زماما أمور يستغرب لقيادة صبي وأوضح القرآن لنا أن المسألة ليست بغريبة عندما كان يحيى نبيا وعيسى نبيا واستمرت مدة إمامة هذا الإمام الشاب سبعة عشر سنة فلم يبقى في عمره الشريف في هذه الحياة الدنيا إلا أربعا وعشرون عاما ونيف أي عمرا لم يكمل الخامس والعشرين من عمره هذا العمر الصغير تجلى بإمامة قاد بها دوره الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه حيث أنه أدى دوره على أتم وجه رغم كل الضغوطات ورغم كل المضايقات التي تمر عليه إلا أن مع اختلاف الأزمنة نلاحظ أن الأدوار تتغير من إمام إلى إمام آخر ولكن لدى الجميع وحدة في هدف وحدة الهدف هو أن يحققون ما يريده الله سبحانه وتعالى منهم رقابتهم رعايتهم شهادتهم على كل الأعمال التي تقام نشرهم للخير سعيهم في إرضاء الله سبحانه وتعالى وخلق أناس يقتدون ويقتفون أثرهم من خلال أعمالهم ومن خلال ما يقدموه هذا هو الدور الذي كان يمارسه الإمام الجواد نأخذ من حديثه من كلامه قبس لما كان يقدمه سلام الله عليه فقد كان يرعى الناس كان يخاطب العلماء دفاعاً عن هذا المذهب الحق يرد الشبهات التي ترد على دين الحق والدين الخاتم دين جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تربص به المحتصم تربص به المتوكل حيث أحاطه بجملة من العلماء وأدخله في كثير من المناظرات من أجل أن يأتي بنتيجة يخذل فيه هذا الدين وهذا الخط الريادي الحقيقي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن النتاج كان يأتي عكسياً دائماً حيث كانت ردود الإمام لهؤلاء العلماء تأتي من خلال كلامهم وحجته بالغة بنص القرآن الكريم وبأدلة عقلية لا يقبل العقل رفضاً لها لذلك أصبحت كل مناظرة أراد بها المتوكل أو المعتصم رداً لهذا الدين أصبحت مناراً يقاس عليه وتثبيتاً للدين حتى الأمر أصبح أمسى واصلاً إلينا وجعلنا في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه المناسبة وهي ولادته الميمونة نجلس كي نتحدث فيما قد نعظر به في تلك السنوات في سنة مئة واثنان للهجرة عندما تولى هذا منصب الإمامة من تلك السنة إلى هذه السنة نجدد العهد نتكلم فيما قد قدمه الإمام الجواد هذا دليل على حياته فينا دليل على بقائه فينا من خلال تناقل هذه المواقف التي كان يقولها ننقل من حكمه شيئاً يكون ذلك الشيء أمر نافع لنا يقول أن إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له يعطينا من خلال هذه النقطة أو من خلال هذا الكلام وهذه الكلمات القصيرة وأننا عندما نقبل على أمر معين أو أننا نفهم شيئاً معين في هذه الحياة لا نطلقه لا نصرح عنه لا نقول به إلا بعد أن يستحكم لأن عدم استحكامه عدم استحكامه أظهاره بعدم الاستحكام مفسدة له الإنسان عليه أم يستعيم على قضاء حوائجه بماذا؟ بالكثمان وهذا ما ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كيف يكون هذا الصبي قادراً على أن يعطي مثل هذه الحكمة وأن هذه الحكمة تبقى إلى يومنا هذا نتداولها ونسعى لتطبيقها أو نحاول أن لا نخطأ بتطبيقها كي يكون لنا صلاحاً فأصبح الصلاح بذكرهم دليلاً على أنهم أحياء بيننا وهذا ما قد نقلناه هو مما قد ذكره الإمام الجواد سلام الله عليه يقول أن المؤمن يحتاج إلى توفيق من ربه ويحتاج كذلك إلى واعز من نفسه الإنسان حتى يكون موفقاً يحتاج إلى توفيق من ربه وإلا ما على الإنسان إلا أن يسعى بمقدار جهده ولكن ليس عليه أن يكون موفقاً فكثير من الناس قد يسعى بأمر خير إلا أنه لا يوفق التوفيق يأتي من الله سبحانه وتعالى يربطنا الإمام الجواد بالله سبحانه وتعالى ويريد أن يعلمنا لا تقول أني أنا أنا يعني أنا المتحدث الفلاني أنا الخطيب الفلاني أنا القائد الفلاني أنا الذي أستطيع أن أؤثر في الآخرين لا يقول أنك دائماً تحتاج إلى توفيق من ربك فقد تتحدث إلا أنك لا توفق وقد تقود إلا أنك لا توفق عليك أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى فنرى أن الإمام الجواد من خلال هذه الحكمة ومن خلال هذا الحديث يربطنا بالله سبحانه وتعالى فيقول أن المؤمن يحتاج إلى توفيق من ربه وضاعز من نفسه يعني محرك يكون في داخلك كي تقدم أنت تقدم من أجل أن ترضي الله سبحانه وتعالى لا أن يقال أن فلان يقدم ولا أن يقال أن فلان مبدع وأن فلان متحدث وأن فلانا قادر على استيعاب الآخرين وعلى قيادة الآخرين ومشاكل ذلك وإنما كل الذي تقدمه هو أنك مرتبط بالله سبحانه وتعالى يحركك هذا الأمر أفلا يستغرب شخصاً أن إنساناً بهذا العمر يتكلم حتى وصل إلى خمس وعشرون عاماً اليوم نرى أن كثيراً من الشباب يتعدى هذا العمر إلا أنه لا يستطيع أن ينطق بحكمة قد تنفعه هو أو يتأثر بحكمة قد ينتفع منها هو فكيف وهو يوجه الناس للقيام بمثل ذلك يقول أن الإنسان يستهين بالذنب لأنه يأمن مكر الله ولكن لا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمين يعني الإنسان أحياناً يرى أن حلم الله سبحانه وتعالى عليه وستره عليه لكثير من الذنوب التي يقترفها يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يضره ولا يمد ولا يعاقبه ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه أماناً إلا إنه أمن مكر الله يعني أمن أن مكره محيط بمكره هو كيف ما يمكر الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى يقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يعني أنكم تحاولون أن تحيطون وتخدعون الناس ولكن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحيط مكركم هذا ويذهب بكم ويجعل السفينة تجري بما لا تشتهي أنفسكم وبما لا تشتهي رياحكم التي أردتم أن تذهبون بها الإمام الجواد يعلمنا من حكمه ومن أحاديثه ومن رواياته هذه الأمور التي تربطنا بالله سبحانه وتعالى وأن لا نأمن مكر الله وأن يكون توفيقنا منه سبحانه وتعالى وأننا نرتبط به سبحانه وتعالى فهذا الشخص الذي يربطنا بذلك هو الذي اليوم نتحدث في ولادته هو الذي أصبح حيا فينا لأنه قد أعطانا ما أعطانا من حكم تكون لنا إضاءات نسير بالاتجاه إلى طريق الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة نقولها أن يجعل لكل كلمة نقولها توفيقا منه سبحانه وتعالى وأن يدخلنا في شفاعة الإمام الجواد إنه هو السميع المجيب أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة